بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ونوله أما بعد الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحلقة الأخيرة من برنامجكم صفحات من التاريخ الحديث الذي خصصته للحديث عن الاحتلال البريطاني لمصر هذه السلسلة الطويلة ستون حلقة تحدثت فيها عن احتلال جثمة على صدور المصريين طويلا قرابة أربعين وسبعين سنة وفعل الأفاعيل في بلاد المصرية وعمل أشياء كثيرة جدا وصفتها لكم في الحلقات الماضية لا بد أن نخرج بمجموعة من عبر والعظات ماذا نستفيد من هذا التاريخ المسرود في حياتين معاصرة لم أقصد من سردي هذا التاريخ في ستين حلقة أن مجرد أن أملأ أوقات فراغ أو أن أذكر بعض القصص المسلية لا لا ما كان هذا هدفي فقط إنما هدفي أعام من ذلك هو أن أستفيد من هذه العبر والعظات وأن أعرض على الإخوة والأخوات تعلموا يستفيدون منها في تصحيح مسيرتنا المعاصرة اليوم الأمة الإسلامية محاصرة اليوم الأمة الإسلامية مضيق عليها اليوم الأمة الإسلامية تطلع إلى الريادة والعز والتمكين من جديد تحتاج إلى كل العبر والعظات في تاريخها حتى تستفيد من الحسن منها وتتجنب السيء وتنطلق إن شاء الله لتستلم الراية العالمية إن شاء الله ويقول المتاه قل عسى أن يكون قريبة أهم العبر والعظات يا إخوة حقيقة أن ضعف الإيمان وقلة اليقين وضعف التوكل على الله سبحانه وتعالى يؤدي إلى أسوأ النتائج وقد رأينا للأسف الشديد من خلال عرض الحلقات أن الحكام المصريين والمسؤولين والوزراء في جملتهم وفي أكثرهم من عهد محمد علي إلى أن خرج الاحتلال ومن بعده أيضا كانت صلةهم بالله تعالى ضعيفة كان النظام الإسلامي الشامل غير واضح في أذهانهم ما كانوا يأوون إلى ركن شديد وللأسف الشديد هذا كله أدى بهم إلى تضيع البلاد والعباد طبعا ثانيا وجوب إعداد القوة الله تعالى يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون بي عدو الله وعدوكم فالله تعالى يقول ما استطعتم فلما فرط المصريون في إعداد القوة التي يستطيعونها احتلت بلادهم وفعل بهم الأفاعيل فلما عادوا وعدوا القوة التي يستطيعون في جهاد القناة القناة السويس الذكرت لكم أخرج الله الإنجليز إلى غير رجع وهذا من منة الله تعالى علينا أن الله تعالى يقول ما استطعتم من قوة ليس إعداد القوة المكافئة لكن إعداد ما نستطيع من قوة والأمر يترك كله لله من قبل ومن بعد ثالثا التصرف غير رشيد في ميزانية الدولة والتبذير والإسراف يعود كل ذلك على المجتمع بأسوأ العوائد وقد رأينا ما حدث من خداوي إسماعيل عندما فرط في بلاده بسبب التبذير الشديد الخيالي الذي لا يعرف إلا في القصص والألف ليلة وليلة ربما ولا يعرف أصلا يعني التبذير الذي كان عليه خداوي إسماعيل لم يعرف قط في تاريخ المسلمين لم يعرف قط لأن خداوي مدته كانت طويلة نسبيا وهذه المدة الطويلة أسرف جدا وبذر جدا وبنى من القصور وحاز من المتعمة لا يخطر على بال أحد وصرف في كل ذلك موارد البلاد المصرية وكان هو السبب المباشر للاحتلال الإنجليزي لمصر المسؤولية الأولى تقع عليه ولا شك ولا ريب فالاقتصاد في الموارد المالية أمر مطلوب محمود رابعا المشايخ والعلماء والدعاء وطلبة العلم هم صمام الأمان في أي شعب وفي أي أمة فالأمة الإسلامية صمام أمانها المشايخ وطلبة العلم والدعاء والصالحون يقودون إلى الخير واجهون إلى الرشد فإذا ضعف هؤلاء وتراجعوا ولم يقوموا بمهمة وظيفتهم حدث اختلال كبير في البلاد لرأينا نحن في أيام الحملة فرنسية على مصر نابليون وكليبر وهذه المجموعة من وقف لهم عبدالله الشرقاوي عمر مكرم يعني أولئك الكبار هم الذين وقفوا ودافعوا الشعب المصري حملة إليكزاندر فريزر الحملة بريطانية الأولى وتحدثت عنها في حلقات قبل ذلك من وقف في وجه أولاء أيضا عمر مكرم في المقدمة وعبدالله الشرقاوي مجموعة من المشايخ تولوا زمام قيادة المجتمع المصري لبر الأمان وعدوا الشعب وهيئوه وجاهد الشعب جهاد الرائع حتى سطاع الشعب أن يفسد الحملة بريطانية على بلاده بينما الحملة بريطانية التي جاءت بعد ذلك بـ 75 سنة تحدث عنها طويلا حلقات الماضية للأسف ما وجدت طرازا من العلماء كطراز أولئك وما وجدت مشايخ مثل أولئك والأسف تراجع أثر المشايخ أكثر فأكثر في المجتمع المصري إلى يوم الناس هذا وهذا لا يمنع أنه وجد على مدار تاريخ المصري الحديث مشايخ لهم وزن كبير لكن كانوا قلة حتى ننصف الناس وننصف التاريخ وننصفنا التاريخ كانوا قلة في الحقيقة وأكثر مشايخ لا وزن لهم ولا قيمة لأن المشايخ ضيعوا بأنفسهم مكانتهم ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظم لكن أهل العلم فعلوا ذلك ماذا نصنع لهم نعم وإلى اليوم نعايي نحن من هذه المشكلة مشكلة ضعف وتراجع العلماء وإن الله وإن إليه راجعون النقطة الخامسة في العبر والعظات ضعف عقيدة الولاء والبراء مؤد إلى أسوأ العواقب أيضا أسوأ العواقب فإن عقيدة الولاء والبراء تضمن دائما أن يكون هناك كيان للمسلمين وهذا كيان يحافظ عليه فإذا ارتمى المسلمون في أحضان الغربيين الكافرين فإن هذا دال بوضوح على نقص عقيدة الولاء والبراء وبمقدار ذلك الارتماء في أحضان كفر يكون ذلك النقص قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض هم يتولهم منكم فإنهم منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا يَا أَيُّهُّهُّا لَأَيُّهُّهُ i'kadُّهُّهُكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يَا أَيُّهُّهُّا لَا نِهُّهُّهُ إِنْ Publitus الكافرين أولياء من دون المؤمنين ولقد رأينا ضعف عقيدة الولاء والبراء في الخديوي السعيد وفي الخديوي إسماعيل وفي الخديوي توفيق وفي الخديوي عباس حلمي الثاني وساقوا جميعا هؤلاء المجتمع المصري إلى أوخم العواقب وأسوائها بسبب ارتمائهم في أحضان الكافرين ورضاهم بأن يتخذ هؤلاء أولياء لهم أيضا سادسا عدم إقامة الدولة على أساس الإسلام وتنحية كتاب السنة من الحكم وعدم وجود تنظيمات شاملة مردها ومرجياتها إلى الإسلام كل هذا أدى إلى جملة مصائب في البلاد المصرية وأكثر الحكام المصريين منذ عهد سعيد وما بعده أداروا للإسلام ظهرهم لكن كانت قاسمة الظهر منذ الدخل الاحتلال الإنجليزي ونحى الكتاب والسنة وحدث ما حدث بعد ذلك من مآس وكوارث فكثرت الفساد والأخطاء في أي بلد قائم على عدم تحكيم النظام الإسلامي فيها الله تعالى قال ومن لم يحكم بما أنزى الله فأوليكم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزى الله فأوليكم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزى الله فأوليكم الفاسقون فظلم شديد للبلاد والعباد أن لا يحكم بشريعة الله تبارك وتعالى أنا ما أقول أن الحكام كانوا يرفضون الإسلام رفض الإسلام أولئك هم الكافرون إذن لكن أقول أنهم رفضوا تطبيق شريعة الإسلام لأسباب هم أعلم بها ما أدري لكن واضح كان هناك تهاون والتهاون يعني واضح وظاهر كان في حالهم عفى الله عننا وعنهم إن شاء الله ولم نرى أحدا من حكام تلك المدة مظلمة يحكم بما أنزى الله أو أن الإسلام مرجعيته العليا أو ما رأيناهم بعيدين في الجملة عن الإسلام طبعا سابعا وهذه نقطة خطيرة ومهمة جدا إشاعة روح الشورى وتنظيمات الشورية في البلد هذه كانت مفقودة تماما كان الحكام نزعتهم فردية من محمد علي استطاع أن يقصي المشايخ بعد أن تمكن في البلاد استطاع أن يقصي المشايخ ويهمش المشايخ وحتى أولي الرأي من غير المشايخ همشهم وما التفت إليهم وهذا جرى عليه خلفائه من بعده فكانت نزعتهم فردية ويكفي أن نعلم أن مشكلة قناة السويس التي عانت منها مصر لآخر دقيقة من الاحتلال الأجنبي وحفر قناة السويس تم بموافقة سعيد في نزهة برية مع ديلي سيبس لكم تعلموا هذا يعني نزهة برية كان فيها التحق به ديلي سيبس المهندس الفرنسي ووقع سعيد على سك يجيز للفرنسيين أن يحفروا قناة السويس وفتح بلاده المطامع الأجنبية لإحتلال طويل جدا وحدثت كوارث في مصر عظيمة وعظيمة جدا بسبب موافقته هو وخلفه من بعد إسماعيل على إكمال مشروع قناة السويس في نزهة برية لذلك كانت شروطه مجحفة جدا بمصر ما استشار أحدا من العقلاء من حوله تصرفات فردية تعود على بلاد بأشد أنواع الضرر للأسف الشديد وهذه قضية خطيرة عندما يستبد الحاكم برأيه ولا يستشير من حوله ولا يلتفت إلى نصائح المخلصين والبطانة المخلصة يحدث هذا للأسف الشديد ولو كان هناك تنظيمات شورية في مصر لو مجالس شورية حقيقية في مصر سميها برلمان سميها مجلس شعب سميه ما شئت ما دم إسلام ليس هناك مشكلة في التسميات لكن هل هو قائم على نظام شوري حقيقي وفيه أولياء أولو الألباب من العلماء وأهل الكفاية من الصناع والتجار وأهل الفاهم في الأمة ضع من تسميات ما شئت لكن هات هؤلاء واستشرهم استشارة حقيقية فيما تريد لكن أسف الشيء هذا ما كان حاصلا وإن الله وإن إليه راجعون وطبعا رأينا كل حكام تلك المدة المظلمة لم يكونوا يستشيرون في قراراتهم تقريبا أحدا وإذا أنصفنا نقول كانوا يستشيرون لكن يستشيرون بطانة سيئة هذه مشكلتهم هذه مشكلة كبيرة جدا أدت بالبلاد إلى حدوث الكوارثة حدثت فيها أكمل العبر والعظات من هذا الاحتلال الطويل بعد الفاصل إن شاء الله وتعالى السلام عليكم مرة أخرى بعد الفاصل أكمل العبر والعظات المستقام من تلك الحملة والاحتلال الطويل الذي وقع على مصر ثامنا أقول المظالم الواقع على الشعب من أكبر أسباب الهزيمة ونحن نعلم أن المظالم تراكمت على الشعب المصري حطمت فيه روح الجهاد والقوة والمواجهة القوية مع العداء ففي عهد محمد علي ظهرت يعني في عهد الحملة الحملة فرنسية الأولى على مصر والحملة بريطانية الأولى حملة أليكزاندر فريزر وهذه الحملات فشلت السبب الأول لفشلها بعد توفيق الله تعالى هو أن الشعب ثار وأن الشعب لم يقبل وأن الشعب كان قويا في المواجهات للأسف المظالم الهائلة التي وقعت على الشعب بعد ذلك على طبقة الفلاحين بالذات المزارعين الفقراء الطبقة الفقيرة مظالم هائلة ألقيت على كواهنهم الضرائب الفادحة الصياط التي كانت تلهب ظهورهم كل هذا جعلهم أماتت فيهم الشعور بالمقاومة والقوة والعزة والكرامة فأدت إلى تلك الهزائم المتتالية في التاريخ الحديث المصري وطبعا هناك مقولة قال الشيخ السامي المتيمية أحسب أنها صيحة إلى حد كبير قال إن الله تعالى ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة ويهزم الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة يا إخوة متى نعقل متى نفيق متى نصح ونستيقظ أن الظلم ظلمات وأن العدل أساس الملك وأن الظلم لا يعود على الناس بشيء ولا يعود على البلاد إلا بأسوء أنواع الخراب وأن الظلم أساس خراب الممالك قديما وحديثا يعني حمل الفلاحون المساكين وحملت الطبقات الفقيرة في مصر ما لا تطيق من الجوع والخوف والإرهاب والصيات والضرب والضرائب والظلم والمظالم الشنيعة والأمراض الشديدة انتشرت ماذا نصنع كانت النتيجة الطبيعية لما دخل الاحتلال الإنجليزي وجد الناس وجد الناس في مهلكة تامة وفي شعور ذهول ما كان هناك الشعور القوي الذي سيطر على الناس أيام الحملة فرنسية وأن الحملة بريطانية الأولى تاسعا التنافس غير الحميد غير الشريف بين أحزاب الدولة وأقطابها وأفرادها ورؤسائها والمقدمين فيها كان هو أسوأ الأثار على مصر أيضا حزب الوفد يريد أن يسقط السعديين والسعديون يريدون أن يسقطوا الوفديين إسماعيل صدقي في خصام مع الوفد محمد محمود أمة منفردة علي ماهر في جهة أخرى يعني أن محمود فهمي نقراش باشا وهكذا أمور أتت هذا يكيد لهذا وهذا يكيد لهذا إذا ما حصل الخير على يد هذا وحصل على يد ذاك فإن هذا مما يغيظه ومما يجعله يدبر له المكائد والدسائس بينما الأصل أن يكونوا متعاونين وإذا حصلت معارضة أن تكون معارضة بناءة تؤدي إلى كشف أخطاء بطريقة بناءة تؤدي إلى نمو البلاد والنمو الطبيعي لها في ظل وجود عاملين وظل وجود معارضين هذه سنة الله في الكون لكن المعارضة على هذا الشكل وعمل الدسائس والمكائد للشعب لبعضهم بعضا وهذا كان أسوأ الأثار على الشعب طبعا ما صار يثق بالقيادة ولا عاد يجد في القيادة الملجأ بعد الله سبحانه وتعالى ولا عاد يجد قيادات تقوده إلى الخير والرشد والهدى سب المكائد والدسائس وكله نيد أن يستأثر وأن ينفرد بالسلطة وطبعا وعدم التعاون هو الشعار الظاهر آنذاك عاشرا بطانة الحاكم السيئة الحاكم من سعادته أن يرزق بطانة صالحة تأمره بالخير وتحثه عليه وتنفره من الشر وتبعده عنه ومن تعاسة الحاكم أن يجد بطانة سيئة تأمره بالشر وتقربه إليه وتنفره من خير وتبعده عنه البطانة لأغلب الحكام الذين حكموا مصر في تلك المدة المظلمة كانوا على تلك الشاكلة لم تكن بطانة خير لم تكن بطانة من الصالحين لم في أغلب مدد هؤلاء الحكام حتى يعني لا نعمم نقول في أغلب مددهم وفي أكثر أحوالهم هكذا هم بطانة سيئة وسيئة جدا أيضا التغريب الذي جرى على مصر البلد إذا كانت تدار بالنظام الإسلامي وتساس بالشريعة الإسلامية وأفراد المجتمع يساسون بالشرع وحكم الشرع والشرع هو المرجع الأول والأخير والمرجع العليا للبلد كان ذلك خيرا عظيما وكبيرا جدا لأن الله تعالى أراد من الناس أن يطبقوا شرعه ليسعدوا في الدنيا والآخرة أما إذا حصل التغريب الطويل في البلد وحصل أن الكبار في البلد يتجهون ويجعلون غرب قبلة لهم عيوضا عن مكة ويأخذون في الحضارة الأوروبية يأخذون شرها ويأخذون مرها ويأخذون سوءها هنا يخاف على البلد خوفا شديدا هذه نقطة خطيرة وخطيرة جدا أبدا تفهم التغريب الذي جرى أمره خطير وهوا من شأن الاحتلال الإنجليزي وجعل كثيرا من رموز المصرية تتجه إلى الاحتلال وتجعله بطانة لها وصديقا لها وهذا خطر كبير جدا وانشغل المصريون رموز المصريين بعضهم ببعض عن الاحتلال وكل ذلك من جراء التغريب والرضا بالحياة الأوروبية بحلوها ومرها وخيرها وشرها كما قال طا حسين من قبل أيضا التنازع بين المسلمين وترك الدولة الإسلامية في مشكلاتها ولا يعاونها أحد أيام الدولة العثمانية حصلت تنازعه كبير بين السلطان العثماني وبين محمد علي إلى درجة أن أرسل ابنه ليستولي على سوريا وأنادول وحصلت مآسي لا حصل لها وقتل من الجيش الإسلامي عدد ضخم جدا وحطمت مقدرات كبيرة والتنازع بين الدول الإسلامية يؤدي إلى هذه الآثار السيئة وأدى إلى أن تتحكم الدول الغربية في مصير مصر في أنطريق معاهدة لندن 1840 التي ضعفت من الأثر المصري والريادة المصرية في ذلك الوقت وطبعا هذا التنازع شر من كله والله تبارك وتعالى شرط من شروط النصر ألا نتنازع فيما بيننا وألا نختلف فيما بيننا لكن نحن ما أطعنا الله سبحانه وتعالى لذلك صلت الله تعالى علينا أعداءنا النقطة الأخيرة في الحقيقة في ظني وهي التغريب المرأة المرأة يا إخوة يعني أوصيكم خيرا بالمرأة أما وزوجا وأختا وبنتا أعداء الإسلام ما استطاع أن يسيطروا على بلد إلا من خلال المرأة أولا إذا دخلوا بلدا بالقوة وأرادوا أن يطوعوا أهله بدأوا بالمرأة وهذا الذي حصل في مصر مكنوا لنساء أولا مكنوا النظريات في المجتمع المصري تنادي بتحريض مرأة مرأة مظلومة ومرأة مسكينة ومكنوا لرجال مشبوهين ولنساء المشبوهات في المجتمع المصري وأدى ذلك إلى تخريب المجتمع المصري آنذاك لأن المجتمع يقوم على من؟ المرأة العام الأول فالمرأة هي أم وهي زوج وهي أخت وهي بنت وهي جدة راعية ولها كلمة في البيت وا 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 فإذا المرأة فسدت وتغربت واتبعت خطى الحضارة الغربية في شقها الماجن الداعر الفاجر فعلى المجتمع السلام فعلى المجتمع السلام فالقضية خطيرة وخطيرة جدا تغريب المرأة ننتبه منه وأن نحافظ على بناتنا وأخواتنا وزوجاتنا وأمهاتنا وأن نبدأ فورا بالأمر المعروف والنهي على المنكر بشأن المرأة خاصة وطبعا المعروف المنكر مطلوب في كل شيء لكن بشأن المرأة أهم وأهم وأن نحاول قدر الإمكان أن نبعد عنها مرضي الشهوات والشبهات وأن نفسح المجال أمامها لترويح إسلامي واستجمام إسلامي ومجتمع إسلامي جيد وأن ننظر في مطالب المرأة وأن نرأي حق المرأة وأن نلتزم بأوامر الشرع في حق المرأة إذا فعلنا ذلك فقد وضعنا سدا منيعا بين مرأة ومحاولات التغريب والكيد الصليبي واليهودي للمرأة المسلمة وإذا منصنع ذلك نخشى على أنفسنا نخشى على مجتمعاتنا تغريب خطير جرى في مصر نقل المرأة من حجاب كامل إلى كشف للوجه إلى كشف للشعر والسواعد والنحور والأيدي إلى ميكرو جيب وميني جيب إلى ما جرى بعد ذلك ثم منى الله على المرأة المصرية بصحوة إسلامية رائعة جميلة عظيمة رجعت فيها إلى شيء كبير من حجابها وطريقتها في الحياة الإسلامية إذن أقول هذه العبر والعضات من أجل أن نتنبه هذه الحلقات الستون من أجل أن نعقل ونفهم لا من أجل أن نتسلى فقط وإن كانت تسلية مهمة في السرد التاريخي لكن من أجل أن نعقل ونفهم ونطبق ذلك على حياتنا المعاصرة أن نستفيد يا إخوة الأمة الإسلامية قادمة إلى حوادث أعظم وأعداؤها متربصون بها ومحيطون بها من كل جانب في هذا الزمان نحن موقنون بأن تخرج العز والتمكين من جديد والسيادة بإذن الله تعالى وهذا قريب والحداث كلها تشير إلى هذا وعداء الإسلام قبل المسلمين يقولون إن هذا القرن هو قرن الإسلام كل الناس متأكدون من هذه الحقيقة بفضل الله تعالى والمسلمون قادمون قادمون إن شاء الله وسنصلي في بيت المقدس إن شاء الله شاء من شاء وأبى من أبى وسنستلم الراية العالمية من جديد بإذن الله تعالى قريبا لكن الآن مضيق علينا فنحن بحاجة لاستفادة من أخطائنا الماضية في تعديل أحوالنا الحاضرة لمستقبل مشرق وأفضل إن شاء الله ونحتاج إلى ما قمنا به من أعمال حسنة ومزايا حميدة في الماضي أن نقويه اليوم وأن نرعاه لمستقبل أفضل إن شاء الله هذا هو غرض هذه الحلقات وهذه الفائدة المعروضة لأنه ليس من غرضي أن أذكر أمورا صارت قبل مئة وخمسين سنة ومئة واربعين ومئة وخمسين إلى آخرين وستين وسبعين وثمانين يعني ليس هذا غرضي لسرد فقط إنما هو الوقوف على مواطن العبر والعظات والاستفادة من ذلك كله بتعديل أحوالنا هذه كانت الحلقات احتلال بريطاني لمصر تكلمت عن الاحتلال فبدأت برنامج صفحات من تاريخ الحديث بالحديث عن الاحتلال الفرنسي لمصر لأنه كان بدايات التاريخ الحديث ثم بالترتيب الزمني الاحتلال الفرنسي للجزائر في 74 حلقة ثم الاحتلال البريطاني لمصر في 60 حلقة ثم إن شاء الله تعالى سآتي على أنواع أخرى أو جوانب أخرى من التاريخ الحديث نستفيد منها وغاية في ذلك كله أن نستقي العبر والعظات من أحداثنا وأن أبين لجمهور المسلم التاريخ الحديث ما فيه من عبر وعظات وحلاوة ومرارة وأفيد بذلك إخواني وأرجو من ذلك كله من وراء ذلك كله أن الثواب من الله سبحانه وتعالى إلى اللقاء في برنامج آخر إن شاء الله تعالى وسلسلة أخرى تندرج تحت صفحات من التاريخ الحديث ألقاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته